اه اعزائي قلنا بانه هناك محاور اربعة او اركان اربعة لابد من الالتفات اليها لكي نفهم النصا ملفوظا او كلاما ملفوظا كالقرآن الكريم حتى نضرب مثال المصداق حتى انه يتضع نريد ان نفهم النص القرآني نريد ان نفهم النص النبوي نريد ان نفهم النصوص الواردة عن ائمة اهل البيت لمن يعتقد بانها روايات صدرت من المعصومين كما هي مدرسة اهل البيت واضح الكلام في هذا اعزائي قلنا لابد من الالتفات الى اركان اربعة الركن الاول موجد هذا النص مكون هذا النص مؤلف هذا النص كاتب هذا النص عبروا كما تشاءون الركن الثاني اللغة التي كتب بها النص اللغة التي كتب بها النص اللي قلنا الركن الاول يرتبط بالمعنى المقصود للمؤلف والركن الثاني يرتبط بالدلالة للكشف عن ماذا عن مراد المؤلف الركن الثالث اعزائي قارئوا ومفسروا ومن يريد فهم النص اللي قلنا بانه وهو المتلقي وهو القارئ وهو المفسر وهو الذي يريد ان يفهم هذا النص او دلالة هذا النص لكشف مقصود المؤلف الركن الرابع الواقع الموضوعي الذي صدر فيه ذلك النص يعني هذا النص هذا النص القرآني متى وجده وجده في القرن السابع الميلادي اعزائي هل الظروف الموضوعية وعندما اقول الظروف الموضوعية يعني المكان البعد الجغرافي وانتو بودي ان الاعزاء يقرأ مقدمة ابن خلدون مولانا ليعرفوا اهمية المكان والجغرافيا في فهم الانسان ابن خلدون قبل ثمانية قرون اشار الى هذا اساسا الطبيعة الجافة تولد اخلاقا ماذا ها ولو كنت فضا غليظ القلب اصلا يولد ماذا فضا غليظ القلب اذا كان المكان مكان ما هو مكان جاف صحراوي اما اذا كان المكان لطيف مولانا جنات تجري من تحتها الانهار بحار انهار اسجار وجوه حسان بعد بليء من حبهم من دنياكم بعد الوجه الحسن مولان ليروح ذينكم اماتين وجه الحسن يعني الا المرأة اخوه وجوه الحسان اخوه مو بالضرورة الا ان تكون شنو مرأة الوجوه الحسان ولهذا الله سبحانه وتعالى من بينا لان نعم الجنة اهم شي بيناه شنو بينا مولان ها البعد الجغرافي في الجنة مو البعد المعنوي المساجد والحسيني اما ما في الجنة مساجد حسيني هذا اكو مولانا شنو ها بتعبير الاخ يقول لا لطمية اكو لا تقام اكو لا تطبير اكو لا لا زنجير اكو شنو اكو مولانا ها كواعب اترابة هذا نص القرآن الكريم اليس كذلك جنات تجري من تحتها الانهار مولانا من اول القرآن الى اخر القرآن تبين ان هذه الاجواء الجغرافية لها اثر مولانا او ليس لها اثر ها الواقع الموضوعي اعزائي له اثر في النص عندما يصدر او ليس له اثر وهذا بحث اعزائي من اهم الابحاث التي لابد ان نقف عندها ساقف قليلا عند هذا البحث يعني شنو يعني هل يوجد التفاعل ديناميتي حركي بين النص وبين الواقع فالواقع يأتي بالنص والنص يأتي ليوجه ماذا هذا الواقع او لا يوجد توجد بينونة عزلية بين النص وبين الواقع او لا يوجد ما هو تفاعل حقيقي بين النص وبين الواقع اشتركوا في القناة